تسعى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تفعيل الدور الذي تقوم به معاهد التدريب لتنفيذ الأهداف الوطنية الطموحة وتقديم التدريب النوعي للكوادر البحرينية لتغطية احتياجات القطاعات الانتاجية قطاع التدريب يثبت دوره المؤثر وقدرته على التعامل مع المعطيات المتغيرة للنمو الاقتصادي في البحرين عبر تأهيل أصحاب الخبرات والمواهب الوطنية لسد الفجوة في نقص المهارات داخل سوق العمل جانب حيوي نراعته خطة التعافي الاقتصادي وقتما أعلن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أبرز الأولويات الخمسة التي تبنت إتمامها والتي جاء من بينها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل عبر تسريع وطيرة توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد وتدريب 10 ألاف بحريني سنويا حتى عام 2024 وبناء على ما تقدم وبالشكل الذي ينسجم مع الإشارات الوطنية التي حملتها الخطة وبما يتوافق مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 سعت الحكومة المؤقرة على تفعيل الدور الذي تقوم به معاهد التدريب لتنفيذ الأهداف الطموحة وتقديم التدريب النوعي للكوادر البحرينية لتغطية احتياجات القطاعات الإنتاجية الواعدة من الكفاءات الوطنية الأمر الذي سيكون سببا لاستكشاف الوظائف التي ستستحدث نتيجة للتطور في قطاع الأعمال وتأهيل الخبرات المحلية لشغلها ودمجها بفعالية في سوق العمل وبدوره المؤثر يثبت قطاع التدريب يوما بعد يوم قدرته على التأقلم مع المعطيات المتغيرة لنمو الاقتصادي في البحرين وجمعية البحرين لمعاهد التدريب استثمرت الكثير من الموارد المالية والبشرية في إعداد الدراسات المتعلقة باحتياجات قطاع التدريب في البحرين انطلاقا من تحقيق الرؤى الوطنية في سقل المواهب والمهارات الوظيفية للطاقات البحرينية من باب الاستثمار فيها والحفاظ على تنفسيتها في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه المملكة وتلبية المتطلبات المستقبلية على مستوى عالمي وذلك من خلال طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وبرامج دولية رائدة للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات لخلق توازن مثاليا في بنية سوق العمل وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية وسد الفجوة في نقص المهارات داخل سوق العمل إن مراكز ومعاهد التدريب البحرينية كمعهد البحرين للتدريب ومعهد المعلم للتدريب ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وغيرها وإلى جانب صندوق العمل تمكين تمثل الذراع التدريبية لدى الحكومة من أجل النهوض بالكوادر الوطنية ودمجها في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية وعلى مختلف المستويات في إطار تعزيز الشراكة المثمرة بين الجانبين بهدف تطوير قطاع التدريب بأكمله ورفع الكفاءات المهنية وتحقيق التنمية البشرية بما يبشر باستمرارية مؤكدة لخفض نسبة البطالة وإبقائها عند حدودها الآمنة